انا الاعزاء طلوب جماعة الجميع الزكاية. النهاردة المحاضرة رقم اربعة في مكرر تخطيط المشروعات. هنتكلم على ادارة المخاطر وهي جزء من تخطيط المشروع او جزء من مرحلة تخطيط المشروع. احنا في قلنا من اول محاضرة من اول المحاضرة التمهيدية احنا المنهج بتاعنا بيتقسم وفقا لي البروجيكت اه سايكل اه او دورة حياة المشروع بروجيكت لايف سايكل. بداية من مرحلة او مرحلة بدء المشروع وذي اللي اخدناها على محاضرتين. المحاضرة رقم اه واحد وعلى محاضرتين محاضرة رقم اتنين ومحاضرة رقم تلاتة اخدنا معنا دراسة الجدوى بانواعها السبعة. النهاردة هناخد المرحلة بتاعة البلانج او مرحلة تخطيط المشروع. احنا قلنا احنا مرحلة تخطيط المشروع او مرحلة البلانج وهي المرحلة التانية من دورة حياة المشروع هناخدها على كزا محاضرة. النهاردة هناخد دورة المخاطر في تخطيط المشروع او بس قبل ما نبدأ ناخد عايزين نعرف هو احنا هنعرف ايه في نهاية المحاضرة. ايه اللي هنعرفها? احنا هنعرف او معنى المخاطر ومعنى ادارة المخاطر ايه? هنعرف ايه اللي تستخدمها المديرين? ايه بتاعة عملية ادارة المخاطر? انا عشان يحصل على كده? ايه الخطوات? ايه بتاعة كل ده ان شاء الله هنعرفه فيه المحاضرة الرابعة النهاردة. وقبل ما نتكلم على لازم نعرف الاول ايه هو اللي هي جزء منها. البروجيكت بلاننج. البروجيكت بلاننج يعني ادارة المشروع. انت اول ما بتحدد المشروع او فكرة مشروعك بتروح عامل ديتيلد بلان او خطة عمل مفصلة عشان تقدر بعد كده تروح ليه الاكزيكيوشن استيج او مرحلة التنفيذ. مرحلة البلاننج او مرحلة التخطيط دي بتتكون من اربع استيجز. اول حاجة ادارة المخاطر ودي اللي هناخدها في محاضرة النهاردة المحاضرة الرابعة. تاني حاجة ادارة الجودة ودي اللي هناخدها في المحاضرة الخمسة. ويومن ريسورس مانجمنت ودي هناخدها في محاضرة ستة. وبروجيكت سكيديول ان بودجد ودي هناخدها في محاضرة سبعة. يعني احنا حناخد البروجيكت بلاننج على اربع مرات المرحلة بتاعة تخطيط المشروع. من اول محاضرة اربعة النهاردة هنبدأها اللي هي يعني ايه ادارة مخاطر؟ ريسك او المخاطر او الخطر هو عبارة عن انثرتين ايفنت حدث غير متوقع. الحدث ده ممكن يكله اثر ايجابي او اثر سلبي على المشروع بتاعك. يعني مثلا انت مشروعك اا اا كان يعني ممكن نجيب مثال اا مشروعك مثلا. اا اا مثلا انت بتبيع اا اي برودكت خلاص. وحصل اا 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 حصل مسلا سيول في البلد اللي انت قاعد فيها. فلنسيجة نتيجة الصيل ده ده حاجة انصرتين ايفنت. ده حدث غير متوقع. ده ادى لنيجيتف امباكت عليك. ولكن مسلا اا 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 طب ايه البوزيتف امباكت? مسلا انت واحد فتح مشروع بتبيع عصير مانجا. جينا في الصيف المانجا مسلا اا 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 البلد بتاعتك زرعت مانجا كتير قوي فبقت المانجا متوفرة بقصرة وبقى سعرها ارخص. فبالتاني بتبيع للوقتي عصير ارخص والناس بقت فيه طلب كتير والناس بتشتري منك كتير فبقت تحقق ربح اكبر. فده مسلا انصرتين ايفن حاجة غير متوقعة حصلت واصرت عليك بحاجة اا مسلا انت اا مسلا برضو مثال تاني انت كنت واحد فاتح مصنع او فاتح اا شركة معينة. وحصل ازمة اا كوفيد ناينتين ووراها حصل الخبطة بتاعة استراع الروسي الاوكراني. فنتيجة لكده انت مش قادر ان انت تجيب الكمية من الريسورس او المواد الخامل اللي انت محتاجها. فده طبعا انسيرتين ايفن حدث غير متوقع حدث لك واثر عليك بالنيجاتيف. البازيتف مسلا ان انت كنت متوقع اني اا كوفيد ناينتين هيعد فترة طويلة قوي قوي وحيأثر عليك. فكنت مسلا في البلان بتاعتك. حاطت اا اا في بتاعك وفي هدف المشروع اا اا مثلا اا حاطت في اعتبارك كوفيد ناينتين. اا 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 مدي وقت اا 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 اكتر لي اا كل تاسك انت حطه. عشان حاطت في اعتبارك البروسيدرز والاجراءات الاحترازية المكسفة اللي كانت بتمنعك مسلا ان انت تسافر تجيب حاجتك. واول ما اا الدنيا بعد كده الدنيا والاجراءات الاحترازية قلت شوية والسفر والدنيا اتفتح التاني. فده اثر عليك بوزوتيف امباكت. على عكس ما انت كنت متوقع. فده برضو انسيرتن ايفنت حصل. اني ما كانش حد مسلا ايام الكورونا عرف ان هي هتروح امتى. تمام? فالريسك في حد زيته مش على طول حاجة وحشة. لا. ده اي حدث غير متوقع. سواء هيأثر عليك بالسلب او الايجابة. ادارة المخاطر هو بتساعدك ان انت تعرف المخاطر ايه هي? وان انت تعمل على تخفيف عواقبها. هي ده معنى ادارة المخاطر. تحدث المخاطر وتخفف عواقبها. طب ايه اهمية ادارة المخاطر? why is it important? ايه اهميتها? risk affects all aspects of your project. الخطر او المخاطر بتأفكت او بتأثر على كل الاسبكت بتاعت البروجيكت بتاعك. بتأثر على البودجت الميزانية. بتأثر على بتاعك اللي قلنا زي التايم تيبل او الجدول اللي بنحطه. بتأثر على النطاق بتاع النطاق بتاع المشروع بتاعك. كل حاجة الخطر او المخاطر بتأثر على كل حاجة ليه علاقة بالمشروع بتاعك زي ما قلنا الامثلة الكتير في اللي 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 ممكن تحصل وتوقحها ده هيخليني ان انا بقى عمل حسابي. ان انا اقلل حدوث المخاطر دي. ولو حصلت انا اقلل من اثرها السلبي. وبالعكس ده انا ممكن اخليلها اثر ايجابي. عبقى عامل حسابي. فعشان كده ادارة المخاطر مهمة. طب ايه الـ types of risk management. ايه انواع ادارة المخاطر. الـ conventional risk management اللي هو ادارة المخاطر التقليدية. والـ financial risk management ادارة المخاطر المالية. وـ optimal risk management. ادارة المخاطر المسالية. وـ managing intangible risks. ادارة المخاطر غير الملموسة. يبقى احنا لغاية دلوقتي اتكلمنا ان احنا في second stage من الـ life cycle of project. وهي الـ planning. المرحلة دي هنتكلم فيها عن اربع مراحل. risk management, quality management, human resource management budget and schedule. النهاردة هناخد الـ risk management. قلنا الـ risk هو اي حدث غير متوقع بيأثر على المشروع بالسلبة او بالاجابة. risk management هو ادارة المخاطر ان انا بقلل من حدوث المخاطر وقلل من حدوث الاحداث اللي بتأثر آآ 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 ثلبي على المشروع او اخفف من اثار هذه الاحداث لو حصلت او اتجنب حدوثها. فعشان كده ادارة المخاطر مهمة جدا. بعد كده هنتكلم على انواع ادارة المخاطر. هناخد اول نوع من الاربع وهو الـ conventional risk management. conventional risk management focuses on the risk arising from physical or legal reasons. for example natural disasters or fires, accidents, deaths and lawsuits. يعني ايه؟ بيقولك ان ادارة المخاطر التقليدية دي بتركز على المخاطر اللي اتنتجت عن اسباب مادية او قانونية. يعني ايه اسباب مادية او قانونية. زي مثلا حصل اي كرثة طبعية. حصل حريقة. حصل زلزال. حصل بركان. لقدر الله. حصل حوادث. آآ كل ده اثار مادية. physical reasons. دي اثار physical reasons. حتقصع على المشروع. او legal reasons. اني حد رفع دعوة قضائية على المشروع. آآ مثلا بيقول المشروع اخد فكرته. آآ اي اي دعوة قضائية على المشروع. فدي legal reasons. يبقى ادارة المخاطر التقليدية كانت شايفة ان هي بتركز على المخاطر النتجة عن اسباب مادية او قانونية. النوع التاني. financial risk management اللي هو ادارة المخاطر المالية. ده is the practice of protecting the economic value in the company by using financial tools to manage exposure to risk. يعني ايه؟ ادارة المخاطر المالية هي ممارسة حماية القيمة الاقتصادية في الشركة باستخدام الادوات المالية. زي ايه؟ زي مخاطر الاقتمان ومخاطر السوق. مخاطر الصرف الاجنبي. مخاطر سيولة. مخاطر تضخم. يعني انا باستخدم الادوات المالية علشان احافظ على economic value بتاعة المشروع. ليه؟ زي مثلا مخاطر السيولة ومخاطر ال exchange rate. مخاطر ال exchange rate اللي هو سعر الصرف. اني مثلا ايمة العملة بتاعت الدولة بقت قليلة بالنسبة ليه الدولار مثلا فده هيقصر علي ان انا مش هقدر اجيب الايه واستورد المواد الخامل اللي انا محتاجها. مخاطر سيولة او انا ان انا مش لاقي الفلوس او التمويل اللي اقدر ان انا اقون بالمشروع بتاعي. مخاطر التضخم اللي خلت الحاجة غالية علي مش اقدر ان انا اشتري المواد الخام او حتى ان انا ابيع بسعر اغلى فالناس ممكن ما تشتريش مني. ده بيحافظ على الايمة الاقتصادية للشركة من خلال الادوات المالية. علشان يقلل من تعرض الشركة للمخاطر المالية اللي هي زي الكريزة ريسك اللي هو مخاطر اقتمان او مخاطر سوق ماركت ريسك او فورين اكسشينج ريت اللي هو سعر مخاطر سعر الصرف وليكواريتي ريسك مخاطر سيولة انفليشن ريسك مخاطر تضخم. دالت نوع اللي هو optimal risk management اللي هي ادارة المخاطر المثالية يعني ادارة المخاطر المثالية. it means that priorities are given so that risks with large losses and a high probability of occurrence are dealt with first while risks with less losses and lower probability of occurrence are treated later. this process can be very difficult and the balance between risks with high probability and low losses against risks with low probability and high losses may be misjudged. يعني ايه؟ ادارة المخاطر المثالية معناها ان احنا بندى اولويات للمخاطر. فاحنا بنتعامل مع المخاطر اللي هيكون لها خساير كبيرة واحتمالية حدوثها عالية. والمخاطر التانية اللي هيقدي عليها علي عنها خساير قليلة واحتمالية حدوثها اقل هحلها هبص لها بعدين. لكن العملية دي بتبقى very difficult وصعبة. ان انا اوازن ما بين ايه المخاطر اللي هي احتمالية حدوثها عالية واثارها كبيرة وايه المخاطر اللي احتمالية حدوثها قليلة ومخاطرها قليلة. لاني صعب ان انا احكم على النسبة بتاعت المخاطر. وممكن يحصل او ان انا احكم غلط. فده يعرض المشروع او الشركة بتاعتي لمشكلة كبيرة. او ادارة المخاطر المثالية وهي هنا وظيفتها ان هي بتحط الاولويات. ان انت والله هتتعامل مع المخاطر اللي امكانية تحدوثها عالية وبينتج عنها خساير كبيرة الاول. وبعد كده هتشوف المخاطر اللي امكانية تحدوثها قليلة وبينتج عنها خساير اقل بعدين. ولكن ان انت تعمل ده وان انت تحط الاولويات ده very difficult وصعبة انها تبقى تحصل بشكل صحيح يعني فيه امكانية الخطأ. رابع نوع management intangible risk. they are those that have a 100% chance of occurring but are ignored by organization due to the lack of ability to identify them. ادارة المخاطر غير الملموسة دي المخاطر اللي بتكون احتمالية تحدوثها مية في المية. ولكن المشروع او المؤسسة بيتجهلها عشان هو مش عارف ان هو يتعرف عليها. زي ايه على المثال مثلا. مخاطر المعرفة. ان انا بعد ما انا نفزت المشروع لقيت ال knowledge بتاعتي او ال skills اللي موجودة غير كافية. فدي مخاطر غير ملموسة. انا مش حقدر اتعرف عليها غير لما يتعمل المشروع. مثلا كمان مخاطر العلاقات او يبقى فيه تفاعل غير فعال ما بين ال team work. دي حاجات انا مش هقدر ان انا حددها غير لما بنبدأ. فدي طبعا مخاطر غير ملموسة. لازم ابقى حاطيتها في اعتباري قبل ما ابدأ. عشان لو حصلت ابقى ااخد احتياطي. خلاص. يبقى لغاية دلوقتي احنا قلنا ان احنا في مرحلة project planning مرحلة تانية هناخد في المحاضرة الرابعة risk management او ادارة المخاطر. risk هو اي حدث غير متوقع بيأثر يا اما سلبي يا اما اجابي على المشروع. risk management وهي ادارة المخاطر للتغلب على اي حدث غير متوقع ممكن يأثر سلبي على المشروع بتاعي. ولو هو حصل واثر سلبي انا بستخدم مجموعة من الاجراءات اللي بتقللي من الاصار السلبية دي وبتخففها. بنقول ان ادارة المخاطر مهمة عشان كده. ادارة المخاطر اربع انواع. ادارة مخاطر التقليدية ودي بتركز على المخاطر المادية او الناتجة عن اسباب مادية او قانونية. زي الحوادث الكوارث الطبيعية او الحراية او حتى الدعاوة القضائية. تاني نوع ادارة المخاطر المالية. ودي معناها ان انا بمارس حماية القيمة الاقتصادية للشركة باستخدام الادوات المالية. زي ايه المخاطر دي. مخاطر اقتمان. مخاطر سيولة. مخاطر صرف اجنبي. مخاطر تضخم. دي مخاطر مالية. ادارة المخاطر المثالية. ودي ان انا بحط اولويات للمخاطر اللي انا هتعامل معها. بحيث ان انا تعامل مع المخاطر اللي امكانية حدوثها عالية. وليها خسائر كبيرة. الاول. وبعد كده ابقى تعامل مع المخاطر اللي ليها نسبة حدوثها اقل. وليها اثار اقل. تمام? بعد كده ادارة المخاطر غير الملموسة. ودي المخاطر اللي المؤسسة بتتجهلها. مش بتتجهلها كده. ولكن هي مش قادرة تتعرف عليها. لان هي ما بتكتشفيهاش لما يحصل. ويبتدي المشروع. زي ايه? زي نقص المعرفة. ان انا بلاقي ان المعرفة بتاعتي او النالج بتاعتي او بتاعتي بعد ما بدأت المشروع مش كافية. او مثلا ان ما يبقاش فيه علاقات مخاطر علاقات. ويبقى مفيش تعاون او فيه تعاون غير فعال بين اعضاء الفريق العمل او فانا المفروض ابقى حاطط في اعتباري دي. وان انا عندي قبل ما ابدأ المشروع بتاعي في المرحلة التالتة في مرحلة التنفيذ الاكسيكيوش. ايه بقى بتاعت احنا اخدنا تعريف وتعريف ادارة المخاطر وايه ايه هميتها وايه بتاعتها ايه الانواع بتاعتها الاربعة. طب انا عشان اعمل ادارة مخاطر ايه هي الخطوات? بنقول عندنا حوالي تمن خطوات. واحد تحديد المخاطر. اتنين ريسك ايدنتفيكاشن اه واحد صاري التحضير. اتنين ريسك ايدنتفيكاشن ان انا بحدد المخاطر. تلاتة التقييم ايفاليواشن. اربعة اتعامل مع المخاطر. خمسة احط الخطة. اوضع الخطة. ستة تنفيذ. سبعة review and evaluation of the plan. اراجع واقيم الخطة. تمانية limitations and obstacles. المعاقات والمحددات. دول تمن خطوات لادارة المخاطر. هناخد خطوة خطوة ونتكلم عنها. اول حاجة الpreparation او and the basis for risk assessment. التحضير ده بيتضمن التخطيط ان انا بخطط وارسم خطة لنطاق العمل. والاساس اللي هيعتمد عليه تقريب المخاطر. يعني انا بحط خطة وبرسم خطة عشان اتعامل مع المخاطر المختلفة اللي هتقابني. تمام? فهي دي في مرحلة الpreparation ان انا بحط خطة للتعامل مع المخاطر. تاني مرحلة وهي risk identification او تحديد المخاطر. في المرحلة دي يا شباب انا بتعرف على المخاطر ذات الاهمية. المخاطر اللي ليها اهمية. ودي بعرفها عن طريق اربع حاجات. اول حاجة goal based selection اللي هي التحديد المعتمد على الاهداف. يعني المنظمة او الفرق العاملة على المشروع. تمام? عندها مجموعة اهداف فاي خطر بيقصر على تحقيق الاهداف بتاعة المشروع سواء بطريقة جزئية او كلية يعتبر خطر. هنا في المرحلة دي انا بعمل risk identification يعني بحدد الخطر. بحدد المخاطر. بحددها على اساس ايه? اربع معيير. اول معيار الجول based selection اللي هو التحديد المعتمد على الاهداف. هنا بنقول ان المنظمات او التيم وورك بيحدد ده خطر ولا لا. ان اي حدث بيقصر على الاهداف بتاعة المشروع سواء بشكل كلي او جزئي ده يعتبر ايه? يعتبر risk. تاني حاجة التحديد المعتمد على السيناريو. scenario selection. ده معنى ايه? بنقول ان فيه عملية تحليل سيناريو. يعني بنخلق سيناريوهات او قصص مختلفة تكون طرق بديلة لتحقيق الهدف. فاي سيناريو حيتولد عليه اي مخاطر هيبقى خطر. تاني يعني ايه scenario selection? يعني انا وانا في مرحلة التحضير قبل مرحلة التنفيذ وانا بحط الخطة. بقول والله. انا مثلا المفروض خلينا نحط المثال بتاعنا من اول اللي احنا قلناه من المحاضرة اللي قبل اللي فاتت واللي فاتت. اني نتيجة الصراع الروس الاوكراني انا هفتح مشروع ابيع في الحبوب الغذائية. تمام? طيب. فانا هطلع كزا سيناريو. سيناريو اني والله اني ممكن اه 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 الحرب بتنتهي. تمام? وبالتالي هيرجعوا الدول يستوردوا تاني عادي من روسيا واوكرانيا. وانا مش هدر ان انا ابيع بالنسبة اللي انا كنت ببيعها ابيعي بيها قبل الحرب. فهنا ده نوع من الخطر ادو ده السيناريو. تاني سيناريو ده ممكن ان الاستراع الروسي الاوكراني يقعد فترة طويلة. ويفضل ان احنا كدول العربية مش قادرين نستورد الحبوب. فده مسلا هيبقى لي اي اكتر ان انا اه ابيع اكتر ودي حاجة كويسة ده انا كمال ممكن اصدر للدول الاخرى الاجنبية. فانا بخلق سيناريوهات واشوف مين اللي السيناريو اللي حينتج عنه خطر. وبقى حطه في اعتباري علشان الحدث ده لو حصل هيحصل خطر للمشروع بتاعي. فبقى حاطت خطة بديلة للمشروع بتاعي. تمام? ده معنى السيناريو. يبقى اول حاجة جول بيزد ان انا بشوف اي حدث هيقصر على تحقيق اهدافي سواء بشكل جزء او كل ده خطر. اتنين سيناريو سيلاكشن. ان انا بحط سيناريوهات مختلفة. والسيناريو اللي حينتج عنه اي حدث هتأثر سلبي على المشروع بتاعي. يبقى ده خطر لازم ابقى محدد هتعامل ازاي معي. كمان تالت حاجة اللي هو التحديد المعتمد على التصنيف. ان انا بفصل جميع المصادر المختلفة ليه المخاطر. انا ممكن يجي للمخاطر من ين? مخاطر مالية? مخاطر كارثة طبيعية? احط كل المصادر اللي ممكن تجي لي مخاطر منها في اعتباري. اربعة وهي مراجعة المخاطر الشائعة اللي ممكن تحصل. اشوف المؤسسات التانية. ايه المخاطر اللي اتعرضت لها? ايه المخاطر الشائعة? وحطها برضو في اعتباري. تمام? يبقى احنا دلوقت بنقول المراحل. انا عندي تمن مراحل لادارة المخاطر. اخدنا اول مرحلة التحضير. وقلنا ان انا برسم خريطة نطاق العمل. والاساس اللي انا هعتمد عليه في تقييم المخاطر. انا هخيم المخاطر ازاي? كاني حاجة تحديد المخاطر. تحديد المخاطر وده بناء على اربع معايير. التحديد المعتمد على الاهداف. وان انا بشوف اي حدث هيأثر. يعني ان انا مش هقدر احقق اهداف المؤسسة او المشروع بتاعي سواء بشكل جزئي او كله اعتبر خطر. التحديد المعتمد على السيناريو. ان انا بخلق سيناريوهات مختلفة. والسيناريو اللي حينطج عنه خطر لازم احط فوع طواري ان ده حيعن بقى خطر علي وزي ما قلنا المثال بتاعنا بتاع الصراع الروسي الاوكراني والحبوب. التحديد المعتمد على التصنيف وان انا بصنف اي مصدر من المخاطر اللي ممكن تجيلي. اخر حاجة مراجعة المخاطر الشائعة. ان انا بشوف المخاطر الشائعة اللي اتعرضت لها المؤسسات او المشروعات الاخرى عشان ان انا احطها في اعتباري لو اتعرضت لها اقدر ان انا اخفف من اصاله. بعد مرحلة تحديد المخاطر في مرحلة او التقييم. انا خلاص حددت المخاطر. تمام? بعد ما حددت المخاطر المحتملة اقيم بقى المخاطر دي شدتها عامل ازاي? طب اعرف شدتها ازاي? شدتها عن طريق الخسائر المحتمل اللي ممكن انها تعملها. يبقى تاني التقييم. انا اول مرحلة حددت انا هحدد المخاطر ازاي? وادير المخاطر ازاي? تاني مرحلة تحديد المخاطر وقلنا انا بحدد المخاطر عن طريق الاربع معي. خلاص حددت المخاطر طب انا هقيم المخاطر دي هي قوية ولا ضعيفة من خلال تأثيرها. خلاص من خلال اللص اللي بتسببه ومن خلال الكنية حدوثها. هل هي امكانية حدوثها عالية ولا امكانية حدوثها قليلة? فهي دي تقييم المخاطر. ولكن عملية تقييم المخاطر دي يا شباب بتكون صعبة. لان المعلومات الاحصائية عن اي حوادث حصلت قبل كده في مؤسسات مشابهة بتكون مش متوفرة. فبالتالي انا ما بقدرش اقيم تحديد اقيم المخاطر. دي ممكن تحصل نسبة حدوثها قد ايه ممكن تحصل لشركتي? ايه حجم اللص اللي ممكن تسببه? يعني انا بشوف مثلا اخطأ شائعة عند مؤسسات تانية. حصل اي خطر? حصل مثلا كوفيد 19. كوفيد 19 ده اصل على المشروعات ازاي? قد ايه حصل لص? طيب هو نسبة ان يحصل كورونا تاني بنفس الهجمة اللي كتحصل قبل كده والتأثير وان الدنيا تقفل. قد ايه نسبة حدوثها? ده طبعا بيبقى صعب شوية ان احنا نحدده. تمام? ولكن برضو لازم نحط في اعتبارنا تقييم المخاطر بعد ما احنا حددناها. هي نسبة الحدوث قد ايه? نسبتها قد ايه? وايه اللي ممكن تسببها? خلاص انا حددت انا حددت ازاي حديدة للريسك? وبعد كده حددت ازاي المخاطر? رقم ثلاثة عرفت حق افاليويت المخاطر ازاي? مين الاكتر حدوث? وهيعمل لص قد ايه? طيب اربعة حسبانس للريسك ده ازاي? انا هستجيب للمخاطر ازاي? هتعامل مع المخاطر ازاي? عن طريق يا شباب كلت حاجات. اول حاجة افويدنس. يعني ايه تجنب ان الشركة او المشروع بتاعك بيسعى للقضاء على على خطر معين من خلال التخلص من سببه. يعني مسلا في خطر مسلا ان يكون ان يكون حد من التيم مسلا اه غير امين سواء بيصرب معلومات عن المشروع او سواء ان هو بيختلص اموال. تمام? فده مسلا خطر من المخاطر. طب انا بقى اتجنبه ازاي? ان انا مسلا اتخلص من السبب ان انا حط عقوبة راضعة لاي حد هيجي يشتغل او اي حد هيعمل اه 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 خطر ان هو يختلص او يبيح عن معلومات خاصة بيه البروجيكت بتاعك او المشروع بتاعك. فهنا ان انا ان انا بسبونس على الريسك ده او بتعامل مع الريسك المحتمل ده عن طريق التجنب. ان انا بجيت انجرايد اوف الكوز. ببعد اسم مسبب او بتعامل بقى السبب اللي هيسبب لي الخطر ده. تاني حاجة متجيشن. متجيشن يعني التخفيف. يعني ايه التخفيف? ان انا مسلا بخفض الكيمة المالية المتوقعة والمرتبطة بالمخاطر عن طريق تقليل احتمالية حدوثها. ده معنى التخفيف. ان انا بقلل من البسوبيلتي اوف اكيرنس اوف بقلل من نسبة حدوث الريسك. يعني مسلا ايام كوفيد 19 البروجيكت ما واقفتش. صح? بس احنا مسلا اشتغلنا ايه عن بعض? ليه? عشان يقلل من المخاطر ان انا لو كلنا نزلنا الشغل هيحصل لنا انتشار لكوفيد 19. فانا تجنبت الرزق بتاع كوفيد 19 عن طريق ان انا عملت تخفيف لاثاره ان انا عملت الشغل كله يكون اونلاين وعنبوع. خلاص? فهو ده معنى التخفيف. ان انا اقلل من نسبة حدوث الحدث. فعملت تخفيف من ان الناس يجي لهم كورونا. الموظفين يجي لهم كورونا. فاتعملت اونلاين. تمام? يبقى كده قلنا يعني ان انا التجنب ان انا بشيل السبب اللي ممكن يجيب لي الخطر ده. زي ما قلنا مثال الموظف مثلا اللي بيختلص او بيفشي المعلومات. تاني حاجة التخفيف وهو ان انا بقلل نسبة حدوث الخطر ده. زي قلنا مثال على كده في كوفيد ناينتين اتعملنا عن بعض عشان نقلل من اثار كورونا. رقم تلاتة وهي الاكسبتنس او الكبول. في بعض الحالات يا شباب الشركة او المشروع بيتطل بيتطر لكبول المخاطرة. وده طبعا بيكون في حالة اه حالات التوارد او في حالة اه 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 خطر حدث وانا ما كنتش عامل حسابه فانا هتطر ان انا اقبله. هتعامل معاه باقصى قدر ولكن انا هقبله وتعامل معاه ان انا حاول اخفف من اثاره. تمام? يبقى احنا قلنا دلوقتي ايه هي المراحل بتاعة ادارة المخاطر? اول مرحلة preparation او مرحلة التجهيز والتحضير. وهي ان انا بكتب خطة وان انا ازاي هعمل ادارة للمخاطر اللي عندي. بعد كده ان انا بحدد المخاطر وانا بحدد المخاطر بتاعتي دي عن طريق اربع معيير المعيار المعتمد على الاهداف ان اي خطر هيأثر ان انا ما علي ان انا محققش الهدف بتاعي سواء جزئي او كلي ده يعتبر خطر اللي لازم اتعامل معاه. او ان بيعتمد على السيناريو ان انا باخر سيناريوات مختلفة والسيناريو اللي حينطج عنه خطر لازم احطه في اعتباري. والمعتمد على التصنيف ان انا بحدد المخاطر بحدد مصادر المخاطر المختلفة واحاول ان انا اتجنبها. ومخاطر الشائعة وان انا بشوف المؤسسات والمشروعات التانية. ايه المخاطر اللي اتعرضت لهم? بحيث ان انا اقلل من اني انا ما اتعرض لهاش انا كمان. خلاص انا حضرت التعامل ازاي? حددت المخاطر وفقا للاربع معايير? اقيم المخاطر. اشوف بقى اولوياتي. مين المخاطر اللي نسبة حدوثها عالية? وحينطج عنها لص? او حينطج عنها خسائر كبيرة? اتعامل معاها الاول. والمخاطر اللي نسبة حدوثها اقل واللي حينطج عنها خسائر اقل? هتعامل معاها بعدين. ولكن ان الفكرة ان انا بقى احدد الاولويات دي بتحاجة بتبقى صعبة شوية. خلاص انا عرفت انا حقيم وقيمت بعد ما حددت وقيمت. طب انا بقى اتعامل مع المخاطر ازاي? قلنا عن طريق التلات اه 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 طرق دول. الافويدنس ان انا اتجنب. التجنب ان انا ازيل السبب اللي هيسبب لي المخاطر. او متجاشن التخفيف وهو هنا ان انا اقلل من حدوث الخطر او اكسبتنس الكبول وده لو حصل الخطر انا لازم ان انا اقبله وتعامل معايا ان انا اخفف من اصاره. خمسة ودي اللي هو خلاص انا عرفت هتعامل ازاي? احط بقى البلان. احط الخطة. وهنا بتتضمن احد كرارات تتعرض باختيار مجموعة الطرق اللي هتتبع للتعامل مع المخاطر. يعني انا دلوقتي عرفت انا بعد ما حددت الخطر وقيمته وعرفت هتعامل معاه ازاي? اكتب الكلام ده كله في خطة. اقول والله الخطر الاكس هتعامل معاه بالطريقة كزا. ولازم عنده كل مرحلة الجهاز الاداري كل الستيكهولدرز يوافقوا على البلان دي ويوافقوا على طريقة التعامل. ستة الامبليمنتيشن او التنفيذ. في المرحلة دي بقى احنا خلاص مش احنا كتبنا في الخطة انا هتعامل ازاي? انا خلاص حددت انا هتعامل ازاي? وكتبت الكلام ده في خطة تبصيلية وقدمتها وحصل لها ابروفلم الادارة. حبدأ ان انا انفذ الخطة دي. علشان اقلل اي مخاطر اقلل اصار اي مخاطر لو حصلت. تمام? بعد ما انا وانا بنفذ الخطة يعني دخلال وانا بنفذ الخطة بعمل بلان ريفيو اند افاليواشن. يعني وانا بنفذ الخطة يا شباب بلاجع وقيم الخطة. ليه? عشان الخطة المبدئية اللي احنا كتبناها تمام دي كانت غير كاملة. فمن خلال وانا وانا بشتغل وانا بنفذ الخطة ممكن يحصل تغيرات. فالتغيرات دي بتغير لي من بتاع البروجيكت وبالتالي انا بغير على طول الايه الخطة المبدئية اللي احنا كتبناها. لاي مستجدات مرت. فطول ما انا بنفذ بيبقى فيه متابعة للخطة ومتابعة لصير العمل. بحيث ان احنا نغير اي حاجة اي حاجة حصلت فنقوم مغيرين على طول الخطة وفقا للتغيرات. اخر حاجة وهي بيقول لي ايه? لو تم تقييم المخاطر. مش احنا بنقول احنا بنقيم المخاطر حسب الاولويات. اللي هو يا اما نسبة حدوثه بتعامل الاول مع اللي نسبة حدوثه عالي. وليه اه اثار صعبة. وبعد كده اللي نسبة حدوثه منخفض وليه اثار او ليه اه لاص اقل. مش احنا قلنا ان الحاجة دي صعبة. فممكن انا لما جيت انفذ لقيت لا. يبقى انا قيمت غلط. ده فيه خطر انا ما كنت حطه من دمن الاولويات اللي مش من دمن الاولويات الاولية. مثلا كنت حطت خطر ان هو نسبة حدوثه قليلة او الاصار اللي عليه قليلة. فما كنتش حطه في اولوياته ولقيته حصل. فدي طبعا من دمن المعاقات. تمام? وده طبعا ممكن يقدي ان يحصل خسير. فلازم ان الشتركة تتعامل معها بشكل اه سريع بحيث انها تعمل له متجيشن. او تقلل او تخفف من اوصاره. تمام يا شباب? يبقى ده الريسك مانجمنت. اخدنا ايه تاني اللخص كل اللي احنا قلناه تاني كده مع بعض النهاردة في ادارة المخاطر? اول حاجة معنى الريسك والريسك مانجمنت. قلنا الريسك هو عبارة عن اي حدث بيأثر على المشروع بتاعك بالاجاب او بالسلب. الريسك مانجمنت ادارة المخاطر هو ادارة اي حدث للتخفيف من اثاره السلبية على المشروع بتاعك او حتى ازود من اثاره الاجابية لو هو حدث غير متوقع له اثر ايجابي وقلنا الامثلة اللي عليها. فعشان كده الريسك مانجمنت ايه امبورتنت كمان. قلنا التيبس اوف ريسك مانجمنت وقلنا ان احنا عندنا اربع انواع من ادارة المخاطر. اول حاجة ادارة المخاطر التقليدية ودي المخاطر اللي انا بتحصل لي نتيجة الاسباب المادية زي الكوارس الطبيعية والاسباب القانونية زي الدعوي قضائي. ادارة المخاطر المالية ودي ان انا بستخدم الادوات المالية للتعامل مع المخاطر المالية. زي مثلا السيولة او مخاطر التسعر الصرفة او مخاطر التضخم او مخاطر ايه ايه تمان. كمان ادارة المخاطر المثالية وهو ان انا بحط المخاطر وفقا للاولويات. ان انا بتعامل مع المخاطر الخسائر الكبيرة واللي نسبة حدوثها اكبر الاول وبعد كده المخاطر اللي نسبة حدوثها اقل والخسائر الاقل بعدين ولكن دي مسألة صعبة وممكن ان احنا منع نحكم على الاولويات بشكل خاطئ عشان كده ده اللي بيعمل او المعوقات والتحديات في بتاعت ادارة المخاطر رابع نوع وهي ادارة المخاطر غير الملموسة ودي المخاطر اللي نسبة حدوثها مية في المية ولكن المؤسسة بتتجاهلها ليه بتتجاهلها لعدم معرفتها بيها زي مثلا المخاطر اللي بتظهر مع التنفيذ ان انا لقيت ما فيش تعاون فعال ما بين فريق العمل او لقيت اني انا ما عنديش المعرفة الكافية لما بدأت المشروع فدي مخاطر لازم ابقى حاطيتها في اعتباري وتعامل معاه كده اخدنا التايبز كمان اخدنا الستابس وقلنا انهما تمانية ستابس اول حاجة التحضير وده ان انا بحضر ازاي انا هتعامل مع الريسك وادير الريسك مانجمينت اتنين ان انا بحدد المخاطر وقلنا بنحدد المخاطر وفقا يا شباب لاربع حاجات انا بعدلكو تاني علشان تراجعوا معايا يعني انا عايزاك وانا بتكلم انت تكون بتراجع انا انا شرحت 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 في النهاية بنراجع فانا وانا بتكلم هنا انا عارف انت ممكن ترجع تاني المحاطرة المسجلة او الفيديو كام دقيقة قبل كده ويرجعلك لا انا بتديك مساحة تراجع معايا قلنا تاني مرحلة وهي تحديد المخاطر وبحددها وفقا لاربع اولويات التحديد المعتمد على الاهداف يعني ايه تحديد معتمد على الاهداف ان انا بشوف اي حدث هيقصر علي او ان انا ما حققش اهدافي ده ممكن يكون خطر علي فلازم اتعامل معاه او بناء على السيناريو ان انا بطلع سيناريوهات مختلفة للبروجيكت بتاعي واي سيناريو حينتغ عنه خطر لازم احطه في اعتباري وقلنا الامثلة عليها تحديد معتمد على التصنيف ان انا بحدد جميع مصادر اللي ممكن تعملي مخاطر واحاول ان انا اتجنبها او اقلل او اخفف منها مخاطر الشائعة ان انا بشوف المؤسسات التانية والمشروعات التانية ايه هي المخاطر اللي اتعرضت لها علشان ابقى اعرفها وتعامل معاها لو حصلت رقم ثلاثة بعد ما حددت المخاطر اقيم المخاطر بقى اقيمها تمام من شدتها ان هي وايه النسبة حدوثها قيمتها وحددت مين اللي نسبة حدوثه اكبر وبينتق عنده خسائر اكبر ومن الاقل اللي هتعامل معاه بعدين ابدأ اتعامل معا ابدأ اتعامل معا المخاطر هتعامل معاها عن طريق ايه عن طريق تلات حاجات قلنا التجنب ان انا بتغلب على السبب اللي ممكن يسبب الخطر او التخفيف وهو ان انا لو الخطر ده اه اه ان انا اخفف من امكانية حدوثه تمام او الكبول وهو ده لو حصل الخطر تمام انا حقبل ايه المخاطرة ايه اللي هتحصل ولكن انا هحاول اخفف من حدوثه عن طريق ان انا مسلا اعمل اه حاجة اه كيان للطوارق او حاجة كده فابقى مستعد لي حدوثه بعد كده بعد ما اتعملت مع المخاطر هحط الخطة بقى المفصلة ازاي ايه المخاطر وازاي هتعامل معيها وكل ده واخد الابروفل عليها والموافقة اخدت الابروفل والموافقة عليها ابدأ ان انا انفذ الخطة ديه وفقا ليه اللي موجود فيه الخطة المبدئية بعد كده رقم سبعة اراجع وقيم الخطة طول ما انا بشتغل لازم هيحصل تغييرات وفقا للممارسة والخبرة فلازم يبقى فيه متابعة للخطة واغير اي تغييرات مطلوبة المحددات والمعوقات زي ما قلنا ان احنا ممكن نقيم الخطر او حدوثه آآ غلط ممكن حطينا خطر كان اولوية حدوثه حطناها في الاولويات اللي بعدين ان ناسبت حدوثه قليلة ولقينا ان هو حصل فهي ديه من ضمن المعوقات عشان كده احنا لازم يكون عندنا كيان للطوارئ ان لو حصل حاجة غير متوقعة نتعامل معاها وان ما تجيت ونخفف من حدتها آآ نيجي نشوف بقى الاسئلة اللي ممكن تيجي على الشابتر بتاع ريسك مانجمينت اول سؤال الريسك او الخطر اللي بينتج عن الاسباب المادية او القانونية هو ايه هو ده نوع الكونفينشل ريسك مانجمينت ادارة الخطر التقليد احنا قلنا اللي انا اللي انا بعمله عشان احافظ على الايكيناميك فياليو انا بستخدم الفينانشل انساتلمنت او الفينانشل تولز امتا ده في الفينانشل ريسك مانجمينت زي قلنا الكريد ريسك اللي هو خطر الاقتمان وخطر التضخم وخطر السيولة فده اسمه فيانشل ريسك مانجمينت نقط means that priorities are given so that risk with large losses and the high probability of occurrence are dealt with first انا بحط الاولويات للريسك وبتعامل مع الريسك لنسبة حدوثه عالية ده انه نوع ده الoptimal risk management ادارة المخاطر المثالية هو هنا انا احط لكم الاجابة او الاختيار على طول بعد كده نقط these are the risks that the probability of occurrence 100% ده تعريف ايه اللي هو احتمالية حدوثه 100% ولكن الشركة بتتجاهله نتيجة عدم المعرفة ده the intangible risk management ادارة المخاطر غير الملموسة the risk management process begins with are is the risk management process begins with هي ادارة المخاطر بتبدأ بايه انا بتبدأ اول حاجة بالpreparation التحضير وبتنتهي بالأبستاكلز والقيود risks are determined according to أنا بحدد الرسك بناءً على إيه يا شباب الرسك ايدنتفيكيشن مش قلن عبارة عن أربع تصنيفات يا إما goal based يا إما scenario selection يا إما classification selection أو المخاطر الشائع فطبعاً كل الإجابات صحيحة والانسورز are correct a company eliminate a particular risk by eliminating its cause الشركة وهي بتحاول أنها تقلل أو تمحي الرسك من خلال أنها تمحي السبب ده أني نوع مش إحنا عندنا تلات أنواع للتعامل مع الرسك إما avoidance التجنب أو mitigation التخفيف أو acceptance القبول فإن أنا بمحي السبب ده اسمه avoidance التجنب exchange rate risk ده من إيه ده من الـ financial risk من المخاطر المادية قلنا الـ inflation والـ exchange rate والـ credit والـ liquidity كل دي مخاطر مادية الـ natural disaster دي مخاطر مالية الـ natural disaster ده المخاطر المادية زي الكوارث الطبيعية دي conventional risk ده من وفقاً لتعريف المخاطر بالمفهوم التقليدي مخاطر تقليدية conventional risk knowledge risk قلنا ده مخاطر المعرفة اللي هي optimal risk management ولا financial risk management ولا conventional risk management ولا managing intangible risk لما بيبقى عندي knowledge risk risk المعرفة ده managing intangible risk قلنا دي من المخاطر الغير ملموسة إن هي نسبة إحدوصها 100% ولكن الشركة بتتجهلها زي إيه قلنا بتتجهلها عشان هي ما بتظهرش غير لما وإحنا بننفذ المشروع زي مخاطر العلاقات الغير فعالة أو إن أنا مخاطر المعرفة إن أنا لقيت معرفتي قليلة وبكده يا شباب نكون انتهينا من المحاضرة رقم 4 بعنوان project planning risk management إدارة تخطيط المشروعات وأخدنا أول جزء من تخطيط المشروعات وهي إدارة المخاطر وإن شاء الله منتظراكم في حلقة النقاش نكمل باقي الأسئلة مع بعض ولو في أي استفسار أو أي حاجة مش واضحة نوضحها مع بعض وأشوفكم على خير إن شاء الله يا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته